حل ملحق جيم 2021 صفحة 62 محافظة المنوفية المحافظة الرابعة السؤال الثاني يقولنا سارة سوها ما هوتك المفضلة يا رانا قلت لها I love reading adventure stories أنا أحب كصص المغامرات قلت لها Have you read Alice نقاط in Wonderland يبقى نقول Alice Adventures مغامرات Alice في بلاد العجاب وكلمة هنا Adventures بمعنى مغامرات يبقى نقولها Have you read هل انت قرأت Alice's Adventures مغامرات in Wonderland قلت لها Yes It's a nice children إنها نقاط أطفال قصة أطفال مشهورة يبقى نقول كده Yes It's a nice children's story قصة أطفال مشهورة ما رأيك في Alice قلت لها I think she is not قالت لها أنا أعتقد إنها نقاط لازم نقرأ المحاسسة كلها قلت لها sensible معلامة تعجب كده يبقى What does this word mean طب الكلمة دي معناها هي يبقى تقول لها I think أنا أعتقد she is sensible إنها عاقلة أو حكيمة لأن طبعا لازم نرى المحاسسة قلت لها تعجبت وقلت sensible لازم نقرأ المحاسسة كاملة لأنك ممكن نختار أي مثلا wonderful أو good girl ولكن هنا ما ينفعش علشان نقول sensible girl بمعنى بنت عاقلة لأنها قلت لها عاقلة معناها إيه قلت لها هو الشخص اللي بيعمل good not يبقى good decisions قرارات جيدة هو الشخص اللي بيعمل طبعا قرارات جيدة كلمة مكتوبة قدامنا هو موجودة عندكم في المنهج قالت لها who is the most frightening not من هم أكثر مرعب نقط طبعا ان the story في القصة يبقى على طول قلت لها ننتقل القطعة بتكلم بول it's important to eat the right things مهم ان نحن ناكل الأشياء الصحيحة but we should don't forget ما ننساش about what we drink يعني اللي احنا نشرب we should drink يجب ان نشرب اللطق of water العديد الكثير من الماء water is great الماء يكون عظيم because it hasn't لا يمتلك got any fat or sugar ما فيش أي دهون أو سكر so لذلك we should drink more water يجب ان نشرب ماء أكثر some drinks have بعض المشروبات have a lot a lot of sugar الكثير من السكر we shouldn't drink ليجب ان نشرب these هذه يعني المشروبات دية because they are bad for our bodies هي طبعا سيئة على أكسامنا وضرب أكسامنا بعد كده and these are bad for and these are bad for and these are bad for our teeth after pags and these are bad for our teeth and they can get good for us and they make sure that we'll try it as bad as we know to drink a glass of milk and after Они every day and we should try to drink a glass of milk what would be had died every day of this passage. الفكرة الرئيسية الفقرة دية. اللي هي we should have healthy drinks. يعني نتناول اللي هي المشروبات الصحية. يبقى الفكرة الرئيسية. اللي هو we. هنقول we should have healthy drinks. مشروبات صحية. السؤال الثاني يقولي what does the underland pronoun this refer to? يطرق الضمير اللي هو تحت وخط اللي هو this ده يشير اليه طبعا اللي هي the drinks او the bad drinks. اللي هي المشروبات اللي عندنا السيئة اللي هي بتضر بنا. يبقى عاد على the drinks على المشروبات. وكمان بالاخص bad drinks المشروبات السيئة. number three why do you think? لماذا هتحتاخد we should the right things? يجب ان ناكل الحاجات الصحية. هنقوله عادي to be healthy. لكي نكون صحيين. to be healthy. وعندنا هنا طبعا السؤال احتقادي critical thinking. يعني معنى صحيح ممكن نقول اي اجابة تيمشي طالما المعنى صحيح. يبقى ناكل الاشياء الصحيح. to be healthy. choose the drinks are not for our bodies. يبقى طبعا هنقول bad. هتكون سيئة لاجسامنا. اللي هي the drinks اللي هي المشروبات الغازية اللي هي الحاجة السيئة يعني. بتقول bad for our bodies. بعد كده milky is good for our not. اللي هي المشروبات الغازية بيكون جادة لتيس اثنان. تيس هنا بمعنى اثنان. بعد كده number six is the underland word forget means. كلمة ينسى ليه forget معناها ينسى. منزي معناها ايه؟ طبعا انقول unable to remember. يعني غير قادر على التذكر. هنا ان يبقى على قادر وتممبر يتذكر. اللي تشوز بيقولي هازا احمد نقط. هل احمد نقط شورتي كيرلي هير شعر مجاعد. يبقى هاز احمد نختار تصريف ثالث اللي هو got. عندنا have got. وهاز got. بمعنى يمتلك. اه وهنا اه مفروض ان ياسو اهل بنحط هاز والفاعل وتصريف الثالث من جت. يبقى got. number two zero are not classrooms in our school. classrooms يعني فصول في مدرستنا. يبقى two mini classrooms في مدرستنا لان two mini صدم لعدد. معناها يوجد فصول الكتير اوه في مدرستنا. لكن تو ماشي للكمية. وماشي للكمية لا تعد. وعندنا لاتل بردو للكمية. ما في شغل two mini كسير جدا للعدد. وclassrooms اخرها اس جامعه للعدد. رانا انضاي انا هو رانا انجليش ان فرايديز. طبعا المفروض ان ده مدرع بسيط يبقى هنا اسم جامع لانه مشخصي يبقى اسم جامع. يبقى المفروض ياخذ المصدر يبقى study هنا. يعني احنا هنا بنذاكر انجليزي في ايام الجمع. نختار كلمة study هنا اوه. طبعا احنا شايفين. لان هنا ارانا اسم و اي انا برضو ضمير. يبقى اذا لما يكون في اسمين في الانجليزي يبقى على طول اسم جامع يبقى ياخذ دور المصدر. لكن لو هيو شويته الاسم المفرد. كان خد study زعادي اسمه في شيء مشكلة. ولكن هنا يكون الايجابة study فقط. ننتقل للصفحة الاخرى. يقول لي يا حبيب يا مرزوق. want to study not his dreams احلامها and go to olympics وتروح الامبياد. يبقى على طول انه يريد ان تحقق. achieve her dreams وتحقق احلامها and go to the olympics وتروح الامبياد. بعد كده something not makes you ايه الشيء بيخليك feel frightened. تشعور بالروعبة. يبقى scary. scary هنا بمعنى مرعب. يبقى الشيء نفسه مرعب. لكن افريد دي انت اللي خائف. scared دي انت اللي مرعوب وخايف عالشخص. وافريد عائد عالشخص برضو. اه وترفايد مرعوب او خايف عائد عالشخص برضو. مفيش غير كلمة scary هو اللي مرعب او مخيف. الشيء نفس هو اللي مرعب او مخيف. وهنا طبعا عائد على السامسينج عالشيء. number six. محمد صلاح is very friendly. مدود جدا. and he always talks to his. يتحدث الى هايز فانز طبعا. اللي المشاجعين بتعوتوا او الجمهور. المحبين بتعوتوا الفانز. اه دي عائد على محمد صلاح طبعا. دي موجودة في الكتاب. that children who live in the other the other side of the lake. الاطفال اللي بيعيشوا على الجانب الاخر من البحيرة. go to school. not in a نقط. بيروح المدرسة فيه. طبعا في كانوا في مركب. لان هو هنا بيعيش في البحيرة. على الجانب التاني يبقى يروح في الزورق الصغير اللي هو الكانوه. number eight. a not is something you buy بتشتريه. to remember اهولدية عشان تفتكر الاجازة. يبقى souvenir. بمعنى هدية تسكرية. هو هدية تسكرية souvenir. هي اللي بنشتريه عشان نتذكر بها remember. اهولدين تفكر بها الاجازة. number nine. I like this rice pudding. احب الارز باللبن. recipe. وصفته يعني. because there aren't mini. ما فيش طبعا ingredientes. مكونات كتيرة يعني. الوصفة سهلة معنا صح. there aren't mini ingredients. ما فيهاش مكونات كتيرة. اليوم كانت الورز باللبن. number two. not on the icon. اضغط على الايكونة in your mobile phone. في الموبايل. to open. زي بلي كيشن عشان تفتح التطبيق. ابل كيشن يعني التطبيقات اللي هي يعني اللي موجودة على الموبايل. يبقى tab on بمعنى ينقر على touch. وعندنا قلنا tab بمعنى ينقر للتوتش. لكن click بمعنى ينقر على لوحة المفاتيح او على الفارة الموس. لكن هنا الموبايل طبعا بيبقى touch. يبقى tab on بمعنى ينقر ولا يضغط اللي يكليك. يبقى tab. read and correct. what are the girls does now? يبقى مضارع مستمر. طالما الفعل يا جماعة بيجينا في ام و is or كده وعاوز فعل جنبها يبقى بنسبة كبيرة وانه يدل على المضارع المستمر. بيتكون من am و is or verb ing. يبقى what are the girls doing now? وماذا يفعلوه البنات الان? يختار كلمة doing جايزة سؤال حتى تستفهام و are والفاعل وال verb ing. وعرفنا كيف انه ده مضارع مستمر من كلمة now الان. this room belongs to me بتخصوني الحجرة دية and my brother واخويا. يبقى اذا احنا احنا تقول it's mine. لا احنا ليس ملك طبعا. نقول it's ours. ليه بقى it's ours. لان المفروض هنا الحجرة بتخصيني انا واخويا و احنا اضمير وي. طالما فيها انا وحد تاني يبقى اضمير وي. لو اتنين غائب غيري انا يبقى اضمير زي. تمام يبقى هنا المفروض مي و my brother انا واخويا. يبقى نحن 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 يبقى ضمير وي. طبعا وي منها ايه. وي منها اوارز اللي هو بمعنى ضمير ملكية اللي بيجي في الاخر ما بيجيش بعديه مملوك. يبقى الاسن الحجرة دي اوارز ملك انا وليس ملكي انا. number three there aren't some papers in the kitchen. طبعا اللي بتيجي في النفي هي any. زي ما قلنا وليس some. يبقى there aren't any papers لا يوجد اي فلفل in the kitchen في المطبخ. يبقى هنا نختار على طول نختار نكلمة some ونخليها معانا جملة بسيطة جدا. بعد كده بيقول لي when I first came to the language. school لما اول مرة جيت يعني الاول جيت لمدرس اللغات. I aren't very good. لا طبعا نفعش اي ما تخدش اي انت خالص. هي اي بتاخد في الماضي was ونفيها هنا يبقى wasn't. يا عايز اقولي ان انا انا عرفت ان الجملة دي ماضي ازاي الاول لان قال لي when I first came لما جيت الماضي من كم كيم. كيم جاية في الماضي يبقى طبيعي. ان انا هاقول هنا برضو ما كنتش جيد. ما نبيحش اقول ان انا اكون جيد حتى ما نبيحش ايام not very good. ايام not very good. انا ما اكونش جايد. ما اي بتاخد اي باعدوك. هنمشتين فاهم لان الجملة اصلا ماضي بسيط لان انا بقول لي لما جيت when I was or when I first came to the language. انا انا اقول ايام not very good. يبقى نافي verb to be. اللي هي اي ووي وزي وي. اي بتاخد wasn't ان فيها wasn't وي وشلت برضو معها wasn't. لكن وي وي وزي يبقى نافيها weren't والاسباب بتاعها where. اي بتاخد was or wasn't. يبقى هنا ما فيها. عشان الجملة هنا ما فيها برضو يبقى I wasn't. يبقى اللي جابة هكون wasn't.